السلام عليكم و ازيائكم عاملين ايه ماذا تكونوا كلكم بالحلال طبعا نرغم ان انا مبسوطة و كده لان ما ابدأ هتكلم عن الحاجة انا بحبها قوي و حاجة خليتني ان انا افتح القناة الى اصلب على النادي الاني مش مشارك بالقناة بشارك القناة بالقناة والاستوبي شاهف انه اي حاجه جديد وللسه كده احب اعرفكم نفسي انا ف مانوه محسن و دي قناتي على الانت طيب ايه بقى الحاجة اللي انا بحبها ولا انا هتكلم عنها النهزة انا وهي التالية. التاريخ بالنسباني مش حدودة واسمحها وخلاص. لأ ماضي بكل ما فيه من تجارب وقصص وحكايات وازاي اخد من القصص والحكايات دي دروس اتعلمها في المستقبل. وانا صغيرة كنت دايما بس سؤال صعب سؤال صعب سؤال يورا ويدوني. ليه المبنى ده موجود هنا. ليه البيت دوت بالشكل ده? بقعد اتأمل في كل البيوت. بقعد اسأل هي دي ليه اسمها كده? دينة معمولة هنا ليه? الحاجات دي كلها من من صغري نمت جوايا نقطة ان انا بقعد احلل الاحداث. بقعد استنتج يبقى ده هيحصل كده? لأ مش هيحصل كده. بناء على قصص انا سمعتها او عرفتها. وده حصل اكتر لما دخلت الكلية. انا كنت قليل تربية قسم تاريخ. كنت بفهم الاحداث قوي وكنت بقعد او عرفتها. ساعتها بشتغل في قصود مع الحياة. وكنت بقعد اخد من التاريخ وطبق على الناس يعيني. بس في حاجات كتير كانت بتنجح. فده سبب الاسباب اللي خليتني افتح القناة يعني. نرجع بقى ضغطة ان انا بحب احلل وكده. بحب احلل واحداث ببعض. لما كنت مذاكر تاريخ طبعا كنا بناخد في السنة تاريخ اوروبي تاريخ عربي. كنت بشوف ان احنا بنتبنى قضايا وبنتبنى حاجات كتير جدا. وتاريخنا اصلا ما كانش بيعاني منها. بالعكس احنا كنا ملوك للوقت في المقطة ديت. بس بتزف الدنيا وتلاقينا ان احنا منصفين وردت. مسال على كده هو ان كان في فترة الوصول وسطى في اوروبا كان فيه جهل فاضيع جدا لدرجة ان هما كان المجانين في الوقت دوت كانوا بيرحسبوه ان هو فيه شيطان وكانوا بيعودوا يضربوهم عشان الشيطان اللي فيه دوت يطلع منه. الوقت دوت احنا كان عندنا علم كبير جدا وعندنا التقدم كبير جدا. بدأوا ان هما ياخدوا كل اكتشافات بتاعاتنا ديت وينسبوها نفسهم. مثال بسيط نيوتن والتفاحة اللي وقعت على رأسه. والحقيقة ان عالم عربي اسمه ابو رايحاني بيروني هو اللي اكتشف قانون الجاذبية من 6 كرون من قبل اصل من يوتن تولد. ازيدك من الشعر بيت. طبعا كل انا عارفين اللي يدرسوا تاريخ او بيقرأه في التاريخ عارفين ان اكتشف امريكاتين كولومبوس. بس هو في الاصل عالم بحارة عربي خشخاش بن سعيد الكولتوبي. هو صراحة اسمه صعب شوية. اتمنى ما يتحكش كتير على اسمه. ده اسمه ايام زمان مش دلوقتي. المهم ان هو اكتشفها قبل ما كولومبوس اكتشفها بخمسمائة سنة. اكتشفها سنة 1889. ودي حاجات ودينا ان احنا لازم يبقى عندنا انتماء لتاريخنا وفخر بيه. ان التاريخ مش ان انا بكرق فيه وخلاص لا انا بكرق فيه عشان اعرف انا كنت ايه وادري اعمل ايه بعد كلا. عايزة بلكم ان انا كنت من الناس ما كنتش باجيب تقدرات كريسة في الكلية بسبب ان انا مش حفيزة يعني انا حب افهم اوي. فما كنتش حفيزة اوي فما كنتش تقدراتي كانت عليها تبا كنت تبنجح يعني. بس انا ببقى مستمتع وانا بذاكر ان انا بكرق اخاص انا فهمت ده فهقدر ان انا اصغب نفس البتادي. بس طلعت من الكلية ديت. حبه حبه تاريخ وفهماه قوي. وعايزة اوصل الرؤية بتاعتي دي الناس كتير جدا. ايه هو التاريخ؟ ببساطة كده. عايزة احكي لكم مثال قبل ما اتكلم على نقطة التاريخ. احنا عندنا كمسلمين او كعارف عندنا كصص كتير جدا نفخر بيها ونتكلم عنها ونحكيها لأولادنا. بس لو جينا شفنا الغرب. ما عندهمش الكصص كفاح بالعكس. هيبقى اغلب تاريخه في استعمارات وفي سرق او نهر. ببساطة كده ان التاريخ دوت. بيعرف موضل انسان عن طريق الكتب. عن طريق المتاحر. عن طريق المسائق. عن طريق احكايات كتير جدا. يجي بقى عم المؤرخ ياخد الحاجات دي كلها. ويطلع لنا قصة. منتج. لما اجي اقول لك مثلا انت مثلا تاريخ مثلا يوم جوازك. في ناس عندهم التاريخ دوت احسن تاريخ في الدنيا. ودوت احسن يوم في حياتهم. وحصل قبليه احداث ترتبت عليه احداث كده. وفيه ناس عندهم من التاريخ ان اليوم دوت اسوأ يوم في حياتهم. وكانت بنى عليه حاجات. يترتبت عليه حاجات. فهي كلها حدودة واحدة. فمستغرب او من الناس اللي هي بتاع تذاكر التاريخ او كلها حدودة غلط في التاريخ. مش حدودة الدرسات. مش حدودة خالص. فهموا. انت لو كلمت الحاجة. عشان الموضوع سهلك جدا. ثمان المؤرخ بيطلع عادات وتقاليد جديدة. ده ان احنا بنتكلم وده هو سبب تمييزنا ان احنا بكلنا مختلفين. وكمان بيطلع ايه تاني. بيطلع حكاوت كثير جميلة جدا احنا كلنا بالحسبة. وتجارب بنتعلم منها. انا اقول حاجة تانية. هو مين بيعد يتخرج على الافلام القديمة والمسلسلات القديمة. يركز كده في تفاصيل اللبس تفاصيل الكلام. تفاصيل الشرع كان عامل ازاي. الكلام الناس كان يتعامل انا. انا جدا من الناس دي. انا قعد فترة مطرر على مسلسلات قديمة جدا. يعني لما كن احكي لحد من اهلي يقول يا المسلسل ده كان قديم وكننا بنتفرج عليه و احنا صغيرين وكده. فاكتشف ان السينما ايام زمان كان فيه حياة كان فيه تعليم كان فيه المشهد اه ممكن يكون قويت. بس بيعلمك حاجة بيوصل لك معلومة. مش هايز اقول ان الافلام دلوقتي والبتاع دلوقتي اللي انا هزم فيها بس مش زي بقيمة بتاع افلام زمانة. ممكن طريقة اللي هما كانوا يمسوروا بيها او الكتاب في الفترة دية لو اتعملت دلوقتي ما تبقاش حلوة لان الدنيا تطورت وبقاتين حاجات اكتر. بس محتاجين القيمة بي. محتاجين ان اعمل المسلسل زي ما انت عايز. اكتب الاحداث زي ما انت عايز. بس ادينا القيمة للمسلسل. ادينا قيمة احنا اتعلم منها. طلعش اسوأ ما في المجتمع وتقولي ايه هو ده المجتمع. بحالي اقول لكم ان الحاجة الحلوة للتاريخ ان هو بيتكلم عن عادات الشروب واللي اكتر حاجة انا بحبها. وطبعا باقي من الفيديو اللي كانت كنت بتتكلم عن تقليد البدو. وقدين هم مختلفين عندنا. وبقدم جدا ان انا اعرف اصل العادات ايه. اصل الاكلة ايه. اصل زي ده ايه. هما زي ده سعيد اكيد عامل في حي اسمه الافرنج. حي الافرنج دورت كل فدود قديمة. كل محلات اسابية عظيمة. كده الواحد يتخيل نفسه ان هو من مثلا من كان عايش مثلا من خمسين سنة. تتخيل ان اعامل ازاي. طريقة نفس الناس كنت عاملها ازاي. فدية حاجات بتصير فضولي جدا ان انا عايزة ادخل قوي. ولو اي حد عنده قصة قديمة احب قوي جدا اسمعها. ويبقى عندي فضولي كبير جدا ان انا قاعد في القصص القديمة. فمين زي ايه. اخر حاجة عيني نتكلم عنها. كل حاجة هنا هو سلوحة قد. كل حاجة في بيتنا. كل حاجة في اكلنا في لبسنا. كل حاجة حتى الامثلة اللي احنا بنقولها. كل حاجة لها تاريخ. من الجميل انك تبقى عارف في الحاجات دي ايه اصلها. الورقة ديها اصل ببسل. عشان توصلنا في الصورة دي. حاجات كتير حصلت كتير جدا من الاف السنين. عشان نوصل الورقة دي. القلم اللي احنا بنكتر به. الهدوم اللي احنا نبسنها. كل حاجة احنا معانا في الحياة. ليها اصل و فصل. فجميل اللي احنا نعرف عنها. ونحن نفسر حاجة لو تعلمناها. اخر حاجة انا جاي هنا هو. افتح عليكم على حاجات كتير جدا حلوة في الحياة. وتفاصيل كتير جدا. لو يعني افكزنا فيها لموضة دي اي اي او اللي اقتين تبسق معانا كتير جدا. زي العداد والتفاضيل. زي تاريخ الاشياء من حوالينا الاكل. اي حاجة حوالينا. و تاريخ العالم ككل. طبعا الكلام في التاريخ وقب التاريخ دي. ما بيخلصش. وفي فيديوهات تاني نتكلم على النقطة دي. فتمنى انكم تضعموني. و شكرا جزيزاني. مع السلامة.